اشتركوا في القناة شخصية ثور خاضت رحلة طويلة جدا معانا طبيعته اهدافه اتغير وفيها اكتر من مرة شكله كمان اتغير اكتر من مرة وعشان كده ما كانش ساهل قوي نحدد افضل خمس مشاهد لي لذلك طلبت مساعدتكم وبصراحة انتوا كنتوا اخر كرم وجدعانة مشاهدي المفضلة ما تختلفش كتير قوي عن مشاهدكم المفضلة اللي انتوا بعدتوا لي سواء في تعليقات الحلقة اللي فاتت على يوتيوب او على تويتر ومع ذلك هتلاقوا برضو شوية مفاجآت المشاهد اللي احنا اخترناها طبعا هتحرق بعض التفاصيل في الافلام اللي هي فيها والافلام دي هتلاقوها موضحة في الطايم لاين بتاع الحلقة وده طبعا تحذير بالحرق للي ما شافش الافلام دي واول فيلم واول مشهد طبعا اكتر اختيار بديهي كل الناس توقعت انه هيكون موجود في الايمة بتاعتي زيارة ثور المستقبلي لامه في الماضي ضمن احداث فيلم افنجرز اند جيم هو طبعا لقاء ثور بامه وحديثه معاها ما كانش الهدف من الزيارة بل انه حاول يتجنبها ولكن المقابلة حصلت والحوار اللي دار ما بينهم كان بطل المشهد بشكل ذكي جدا بنتخطى بسرعة مفاجئة فريجا من انها بتقابل نسخة مختلفة لثور لانها زي ما هي شخصيا عبرت تربية ساحرات وسريعا بتقابلوا باجمل جملة في اللقاء ده الناس اللي متابعيني كويس عارفين انا قدي ايه بحب الجملة دي لانها مش بس بتقدم تشريح دقيق لرحلة ثور هي الحقيقة بتقدم تشريح دقيق لرحلة كل الابطال الخارقين كلهم شخصيات ملعونة ومعذبة خسروا اكتر بكتير من الحاجات اللي كسبوها ورغم ان في اغلب الاوقات رحلة ثور معانا اجواءها خفيفة بس جدلا هو ممكن يكون اكتر واحد خسر خسر اخوه وابوه وامه وخسر البنت اللي بيحبها وحيستعدها تاني في شهر سبع على ما يبدو خسر وطنه خسر اصدقائه خسر عينه ورغم ان كريس همسورت في اداءه في المشهد ده نفسه ما بيتخلاش بالكامل عن الاجواء الخفيفة دي بس بينجح في انه يوصل للمشاهد معاناته وان مواجهته مع امه ممكن تكون فرصة للتعافي ودي النغمة اللي بيكتمل بيها المشهد تشريح دقيق اخر من فريجا لواقع ابنها انت مش غبي ولا حاجة انت فاشل بس ودي فرصة ليك عشان تدرك انك مش لازم تكون مختلف قوي عن الاخرين وان بكل تأكيد فشلك ده مش نهاية المشوار وتعالى كده نعمل اختبار اخير عشان نتأكد مشهدنا التاني ضمن ما كانتوا في الاي مدية من قبل ما فيلمه يتعرض اصلا من ساعة ما ظهر في التريلر مشهد ده صاحبي من الشغل من فيلم ثور راجنا روك المشهد ده درس في تصاعد الكوميديا المشهد اللي تور بيكتشف فيه ان الوحش اللي المفروض يهزمه هو هالك وعلى عكس توقع الجميع ده بيشعروا بالاطمئنان والسعادة لان ده صاحبه من الشغل جملة هزلية بشدة ولكنها وهي جاية في الصياق ده على لسان ثور من منظوره هو ما فيهاش حاجة غريبة واللي يعجبكم اوي في المشهد ده هو صياعة طايكا وتيتي في انتقال التركيز سهل اوي على اي مخرج في الدنيا انه هو يركز على ثور ويسيب الكوميديا كلها معاه ولكن لانه فاهم جمهوره كويس عارف ان فيه حد تاني يهمنا اوي رد فعله المشهد ده بطل وهو ثور بكل تأكيد بس مش هكون ببالغ لو قلت ان المساهمات الكوميديا في تعبيرات لوكي ممكن تتفوق على اي حاجة ثور قالها قبل ما ندخل في المشهد الثالث عاوز اجدد شكري لموفيز بوبكورن على الشراكة اللي بنقدم من خلالها الحلقة دي بالاسبوع اللي فات عملنا بث مباشر مع المتابعين على حساب موفيز بوبكورن على انستجرام اتكلمنا فيه عن اكثر الافلام المرتقبة في 2022 المناقشة كانت غنية واسئلة الناس خلتها ممتعة وجميلة وتطرقنا من خلالها لامور سينمائية ومسلسلاتية مختلفة تسجيل المناقشة بالكامل متاح دلوقتي على قناة موفيز بوبكورن على يوتيوب وتقدروا تتفرجوا عليها من اللينك ده واللي هحطه تحت في الديسكريبشن كذلك وحنتظر منكم رأيكم في المناقشة والمواضيع اللي تحبوا نتكلم فيها في المرات القادمة لان ان شاء الله حيكون فيه مرات قادمة وحيكون فيه تعاونات عديدة ومختلفة مع موفيز بوبكورن فما تنسوش تتابعوا حسابات موفيز بوبكورن دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن المشهد التالت بقى هو في الحقيقة مشهدين بس انا لو قدمت كل مشهد فيهم لوحده ابقى راجل ضلالي بصراحة لان طبيعة المشهدين وعناصر الجذب اللي فيهم واحدة وهي احد البصمات المعتادة في كل افلام مارفل واللي بيتصدرها ثور بكل جدارة اللحظة اللي مارفل بتزرعها في اغلب افلام العالم السينمائي علشان الجمهور يهيس والجمهور بيبقى عارف ان اللقطة دي موجودة عشان هو يهيس وبيهيس فعلا المشهد اللي حنركز فيه شوية هو من فيلم افنجرز انفينيتي وور لحظة وصول ثور لوكاندا الحرب مش ماشية في مصلحة ابطالنا بروس بانر في خطر كابتن امريكا في خطر وبعدين تحصل اللحظة الكبيرة الليو ميسي نزل الملعب التأثير الكبير اللي هو بيسيبه على ارض المعركة ردود الافعال من كل الاطراف المحيطة الموسيقى اللي بترفع من شأن اي لحظة مهمة في افلام الافنجرز والجملة الايقونية اللحظة الممثلة من فيلم ثور راجنا روك للامانة بصريا احلى كفاية اوي اللوحة العبقرية اللي جيلنا من عصر النهضة دي وللامانة برضو التجربة السماعية في المشهد ده احلى وانتو اكيد عارفينها فانا مش هشغالها كفاية الكوبي رايت كليمز اللي البستها الاسبوع اللي فات مش نقصة هي لات زيبلين خالص في المشهد الرابع حغرد خارج السرب بتاع اختياراتكم شوية هو مش خارج السرب قوي ممكن نقول عشر ثواني قبل السرب لان ناس كتير اختارت مشهد جيت هيلب من فيلم ثور راجنا روك بس اللي يهمني انا عشر ثواني او خمستاشر ثانية قبل جيت هيلب اللقطة السريعة اللي ثور بيعبر فيها عن حقيقة شعوره تجاه لوكي كذلك في جملة حوارية من اجمل ما يمكن بيتوجها طريقة الالقاء بتاعت كريس هيمسورت والتعبيرات اللي على وش توم هيدلستن تعبير صادق ومركب جدا عن الشعور بالحب وخبط الامل في نفس الوقت ويمكن كذلك اعتبارها تكسيد واضح للبصمة اللي تركها كريس هيمسورت على شخصية ثور الانتقال السلس والسريع جدا ما بين الكوميديا والجدية قبل الجملة دي كله هزار وبعد الجملة دي كله هزار ودي طبعا ما كانتش المرة الاولى ولا حتكون المرة الاخيرة اللي يعمل فيها كده وينجح في انه يباعها للمشاهد على انها شيء مش غريب في المشهد الخامس بقى انا برس سرب تماما لان على حد المساهمات اللي قارتها ما جليش ولا ترشيح واحد لمقابلة ثور مع دكتور سترينج في بداية فيلم ثور راجنا روك مشهد مهم ومضحك وجذاب ولو توفقوني فيه احساس كده بانه غريب اداء بنيدت كومبرباتش فيه كان غريب اداء كريس هيمسورت فيه كان غريب ممكن يكون فيه احساس عام بانه لا ينتمي داخل هذا الفيلم اصلا عارفين ايه السرف ده؟ الطريقة اللي اتبعها طايكا وتيتي في تنفيذ الخبع البصرية فيه خطاب حب للسينما البسيطة تصدير الوهم بالامور السحرية من خلال ادوات السينما الاساسية شوية لعب بالمونتاج شوية لعب بزوايا التصوير تحميل اكبر شوية على قدرة الممثلين على التخيل وتنفيذ حاجات اي حد يقدر يعملها بكاميرا الموبايل بتاعته اه طبعا فيه خدعة او اتنين معقدين شوية بس مش هم قلب المشهد قلب المشهد هو السبب اللي خلى مارفل تبتدي تعتمد على المخرجين الجدد اللي عندهم القدرة على تنفيذ افكار معقدة بامكانيات متوضعة حقيقي انا بحب المشهد ده جدا وباموت في الطريقة اللي لوكي انهاه بيها وممكن المشهد ده يكون افضل طريقة نطوي بيها صفحة ثور مؤقتا ونفتح صفحة دكتور سترينج اللي هيكون موضوع حلقة افضل خمس مشاهد القادمة واللي كمان مرة مش حعرف اعملها من غير مساعدتكم عاوز اعرف اختياراتكم لافضل مشاهد لدكتور سترينج داخل عالم مارفل السينمائي قلولي في التعليقات ابعتولي على تويتر اللي يريحكم المهم تعرفوا قد ايه انا بستمتع بالحلقات اللي بحس ان احنا اشتغلناها مع بعض وقد ايه انا متشكر عشان اتفرقتم على الحلقة دي وقد ايه بتمنى ان انتو تعملولها لايك وشير لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي